قال قائد المنطقة العسكرية الأولى ألواء الركن صالح محمد طيمس إن قوات المنطقة ستقف بحزم إلى جانب القوات الأمنية أمام كل المؤامرات والمحاولات الهادفة لزعزعة الأمن والاستقرار في مدينة سيئون وجاء تصريح طيمس خلال تدشين المرحلة الأولى للعام التدريبية القتالية الجديد بمقر قيادة المنطقة العسكرية الأولى في مدينة سيئون بحضر موت وشهد الحفل عرضا عسكريا لأحداث رمزية من قيادة المنطقة العسكرية الأولى والأحداث الأمنية من أجل عكس جاهزية الأفراد ومدى الاستفادة من عملية التأهيل والتي توليها قيادة المنطقة لمنتسبها